أستاذة انتصار لما نرجع مرة تاني لوضع المرأة المصرية في موضوع الميراس وحددتك من وقع القضايا اللي اتعاملتي معيها والكلام ده كله هل البنت أو السيدة بيكونوا مقصرين في النوم يحصلوا على حقوقهم؟ يعني في منهم كتير بيبقى واخد موقف سلبي فبالتالي ما نقدرش ان احنا نلوم على الأكل حقهم لكن علشان موقفهم السلبي اللي هم واخدينه لا أنا لوم على الأكل حقهم طبعا لكن أنا بتكلم ان في دور مفهود يقوم بي العادات والتقاليد والمروسات والوما على الستات اللي بتبقى فاهمة يعني أنا فاكرة مثلا في جلسة توعية كنا بنشتغل على الحق في المروس ففي واحدة من الستات قالتلي بس أنا خدت مروسي والكلام ده مش مظبوط قلتلها يمكن انت خدتي مروسك من حصن حظك بس في ستات تانية ما خدتش مروسها المهم كلام رايح وكلام جاي ففي الآخر اكتشفت ان العالم خدت رضوة خدت رضوة اتراضت يعني فهي فاكرة ان ايه كده واخدت المروس اللي تواعي ده مقتنع خلاص مقتنع كده خلاص هي عبيضة بسأل اللي تواعي ولا هي شايفة هي الطالة من ان هي تاخد مروس لا هي شايفة هم فيه ارض بس قالوا لي مثلا هندي كان مروسها يعني برضو كلام فارر يعني كام اراض حاجة كده يعني بس قالوا لي هتاخدي فلوس فخلاص ما انا كده خدت وهم استغلوا كده هم استغلوا هي طيبة وعلى نياتها فخلاص انا خدت فيه ستات تانية بتبقى فاهمة ومدركة ان ده حقها وانا اعرف واحدة ومن قبل قانون المراس بالمناسبة راحت رفعت قضية على اخوها اللي كان مراسها وكان مراسها تقريبا عشرين فدين بعدين لما خدت حكم وخدت حكم لصالحها تمام يعني وده برضو يعني انا مش عارفة اللومة عليها فيه ولا لا بس انا لو ما كانها مش هعمل كده في الحقيقة عملت ايه قالت انا مش يعني انا خدت الحكم بس انا مش هنفس عشان اخوه قعدت عشر سنين في المحكمة عشر سنين اه ده من زمان القصة دي يمكن من اكتر من 25 سنة فيه ستات تانية بتروح وبتحاول تاخد احكام وبتتعرض لتهديدات وهعمل وهسوي زي ما بنسمع اه وده معظم الحالات بالمناسبة ويعني هي قضايا المواريس بالحقيقة الحقيقة اللي عدت عليها ولاي القوي اللي خدنا فيه احكام وانا شايفة ان فيه مشكلة في تطبيق القانون او في اجراءات تطبيق القانون من اول رفع القضية يمكن استاذ واقل يكملي دوت فكرة الفرز والتجنيب اللي لازم تتعامل علشان هي بعد شوية هيقول لهم طب انهي جزء في الارض انهي جزء في العمارة معرفش ايه فده بياخد وقت طويل وقضايا الفرز والتجنيب تكلفها كتير وخبرة رايحة وخبرة جاية بالضبط وتكلفها كتير وبتاخد وقت كتير ومش كل الستات عندها الوعي ومش عندها الفلوس كمان مش بس مش عندها الوعي مش عندها الفلوس انها تصرف على القضايا وتدفع اتعاب محامي واي واي الى اخر يعني طبعا في ظل كمان الظروف الاقتصادية طبعا اللي كلنا يعني تمام انا عايز اخد من كلمتك يا أستاذ انصار برضو واسأل أستاذ وائل لان دايما احنا ايه جايين معاك في الحتة المورسات فانا عايز اخد بقى كتفة المورسات والثلوكيات اللي عندنا واروح يا أستاذ وائل لحد امتى المورسات والثلوكيات الناس بتستغلها وتضيع حق ناس زي ما سمعنا يا أستاذ انصار القانون ما يقدرش يتصرف في الحتة دي حتة العرف دي القانون مش هيجي يوم يغلبها ولا هنفضل برضو مسيطرة علينا بحكم نشقتنا وانا عايزين بس الهوقات المقننين اللي هما في مجلس النواب يتقدموا بمشروع وتعديل الحكم بانه ما يقلش عن سنة العقومة اه العقومة ما تقلش عن سنة تزيد اه عشان يبقى في نوع من الرضع لو احنا عاوزين ندي المرأة لان انا زي ما اتكلمت قبل كده في اكتر من مناسبة ان احنا عندنا سن من القوانين للمرأة ولكن القانون ما بينصفهاش انا يعني عمالي عامل قوانين عشان كذا كذا وفي الاخر بتاخد غرامة بـ 20 ألف جنيه لمئة ألف جنيه طب انا ما انصفتهاش انما لما عندي نوع من الحبس انا كده بنصفها الناس دي كل واحد يزي باخد حق فضلا عن ايه استاذ شنودة انت النهاردة ببقى فيه نوع من التفكك الأسري النهاردة اللي ما بيتكلمش خاله وده ما بيتكلمش عمه وده ما بيتكلمش عارف ايه الدنيا بتبوز فانت النهاردة لازم نراعي دوت لان ده أمن قوم للدولة انت النهاردة لازم تعالج زي ما انت بتعالج في القانون الاحوال الشخصية ضم ده الاحوال الشخصية عبق على المحاكم طبعا على النظام القطاع ما تكلفش الناس كتير ايه بقى انت معروف وانا ايه المشكلة النهاردة ان انا اعمل حاجة اسمها سنة تنفيذي انا النهاردة انت وارس معاك مفيد ان انت وارس اطلع المحكمة المحكمة تدي حكم على طول تتحبس معاك في خلال من 3-4 شهور 6 شهور باقصى حاجة تبخدت حقك اشتركوا في القناة